أحسن عليكم هذا سن يقول صلاة المرأة في الحرم المكة أفضل أم في بيتها؟ لا شك أن صلاتها في بيتها أفضل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم أن يخرجن تفيلات بيوتهن خير لهم في مسجد الحرام وفي غيره وصلاتها في مكة صلاة في المسجد الحرام ولو كانت في بيتها لأن المسجد الحرام يعوم جميع الحرام ما داخل الأميال كله من الحرام وكله يضاعف فيه العمل والفرائض والصلوات فهي على أجر وتحصل على المضاعفة وهي في بيتها وتحصل على الستر أيضا